السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم طلاب صف السابع حسب المعنى راح نختار الكلمة الصحيحة حتى نكمل الجملة 1. The people of ancient Jordan الناس بالانشين Jordan like, تحب, or live تعيش in very busy cities في مدن مقتضة مزدحمة تعيش صح؟ إذن الفعل الصحيح اللي هي correct word lived 2. Jordan was الأردن 1. A center, Merkiz or Civilization حضارة for travelers because it had a rich history للمسافرين لأنها تمتلك تاريخ مليء بالأشياء والأحداث هي الأردن مركز المسافرين إذن الكلمة المناسبة center 3. Many people made journeys or flights across the land كثير من الناس تعمل رحلات ولا طيران عبر الأرض الأرض إذن شو الإجابة الصحيحة journeys طي اللي هي رحلات طيب لو كان بدل land sky إذن كانت الإجابة flights 4. In Jordan travelers experience the beauty of the most wonderful اللي في الأردن المسافرين تجربتهم جميلة في معظم 5. Most wonderful monuments الأماكن التذكارية واللا pyramids فيها الأهرامات in the world بالأردن إيش موجود في الأردن اللي هي monuments 5. Historians visited زاروا المؤرخين or learn تعلموا about the best locations through the list that ancient people wrote المؤرخين أكيد تعلموا عن الأفضل الأماكن من خلال اللي هي قائمة الأماكن اللي كانوا يعملوها that ancient people wrote اللي كتبوها الناس قديما إذن learn تعلموا 7. Tom Jeff is a tourist guide هو مرشد سياحي 8. He is showing tourists the ancient cities of Jordan بيورج السياح الأماكن القديمة في الأردن read this paragraph then in pair fill in the blank with these words بدنا نكمل الفراغ بالكلمات تعلموا بعض نتعرف عليهم locations مرت معانا حكينا اللي هي الموقع center مركز famous مشهور visitor زائر archaeologist عالم الآثار ancient locations in the middle east الأماكن والموقع القديمة في الشرق الأوسط and here we are in one of Jordan's most فراغ historical نحن هنا موجودين على أكثر مكان تاريخي مشهور طيب إذن الكلمة المناسبة in one of Jordan's most famous historical أكثر موقع تاريخي مشهور historical locations historical locations and here we are in one of Jordan's most famous historical locations نحن هنا موجودين في أكثر مكان تاريخي موقع تاريخي مشهور في الأردن where people lived a long time ago الناس عاشوا في مدة طويلة في الماضي فراغ discovered these old buildings and houses من هم من اللي اكتشفوا هاي البنايات والبلايات والبلايات والبيوت من هم الاركيولوجست علماء الآثار إذن الاركيولوجست الاركيولوجست متوسط للجميع لحتى إنهم يتقابلوا they were a center for all people to meet واضح يمس؟ طيب ننتقل الآن الكتابنا مباشرة بدنا نكمل الأفعال بين قوسين طبعا على القاعدة السيمبل past إذن مباشرة بدأ أخذ الفعل أحاوله لverb 2 the great wall of china اللي هو سور الصين العظيم اللي كان من إحدى عجائب الدنيا السبع the great wall of china not be an ancient wonder ما كان قديما هو كان حديثا اكتشفوه مع البترة in 2007 كان من إحدى العجائب الدنيا السبع مع البترة بال2007 of the word طيب not be عندي نفي be معناتها إما was or where was للسنجلر where للبلورال ورح نعملها نفي يعني wasn't or weren't طيب برجع للسبجك great wall of china سور واحد إذن مفرد wasn't طيب next people vote for it as a new wonder in 2007 صوتوا لها الناس من عجائب الدنيا الجديدة بال2007 vote فعل منتظم الverb 2 منها voted it attract thousands of tourists each year تجذب إلك ألاف الزوار في كل سنة الفعل attract الverb 2 منها attracted thousands of tourists each year Chinese people start to build the stone wall to protect the northern borders of china in the fifth century طيب الفعل start فعل منتظم البرب منه البرب 2 started Chinese people started بدأوا إنهم يبنوا حتى يحموا المكان A part of this wall was built by the first emperor of china كان جزء الأول من هاد السور بنية على أول امبراطور للصين but only a little of that was last last الهيل verb 2 منها lasted ok now move to exercise number 7 ثم the colosseum the roman start to build the colosseum in 72 under the emperor Vespasian they use it for entertainment such as a sports computation يستخدم كجزء من المتعة entertainment المتعة كمسابقة أو منافسات الرياضية الرياضات sports competitions مصابقات الرياضة طبعا مطلوب منك الفعل هذا اللي بين قوسين بدنا نعدله في نهاية حل التدريب بدك تكتبه على الأسطر تحت مع الفعل يكون معدل عليه بخط منظم على الأسطر إذن الفعل use الفيرتو منها use the roman emperor welcome people to enjoy the shows المبراطورية الرومانية رحبت بالناس لحتى يستمتعوا به العرض welcome اللي هي الفيرتو منها welcomed انتهت بال e يضاف فقط لها d the colosseum b also a place for workshop and a fortress too كان هو أيضا مكان للأعمال الفنية طيب عندي b معناتها was aware subject singular إذن رح يكون was in summer في الصيف 2010 the underground passageways that people used in the past open to the public أصبح متاح مفتوح للعامة الناس open الفيرتو منها opened واضح؟ طيب ننتقل الآن to exercise number 8 vocabulary corner read the clues from 1 to 6 and write the words horizontally in the puzzle horizontally يعني أفقي you are given the first letter هو معطينا أول حرف number 1 the great wall of china is a new farag wonder سور الصين العظيم هو إيش من العجائب a new world wonder هو إحدى عجائب الدنيا الجديدة عجائب العالم إذن a new world w o r l d number 2 people from all over the world الناس من جميع أنحاء العالم فراغ فور بترة للبترة تبدأ بحرف ال v صوتت إذن people from all over the world شو الكلمة اللي بمعنى يصوت vote الverb تو منها voted لأنه بالماضي v o t e d number 3 an old building that is important بناية قديمة مهمة شو اسمها اللي هو نصب تذكاري تبدأ بحرف ال m monument m o n u m e n t number 4 a triangle shape building هي عبارة عن بناية شكلها مثلث شو هي هاي البناية شكلها مثلث in Egypt especially in exactly in giza اللي هي ال الاهرامات اللي هي pyramid p y r a m i d a m i d الاهرامات number 5 the hanging farag of Babylon where one of the ancient world wonders شو هي اللي هي بتخص بابليون the hanging تبدأ بحرف ال g the hanging gardens of بابليون g a r d e n s number 6 this is the last one to find something that people did not know about before إنك توجد شيء الناس ما بيعرفوا عنه سابقا إذا انك تكتشفه بتبدأ بحرف ال d discover d i s c o v e r طيب read vertically اقرأ عمودي the word for number 7 مين الكلمة تكونت معي ب number 7 هايها w o n d e r wonder اللي هي عجائب write it's a clue أعطيني التعريفها اللي هي unfamiliar places مكان غير مألوف unfamiliar places عجيب واضح بهيك إن شاء الله بيكون أنهينا حصتي اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته